أحط الرقم ده تحدي أتحدى أنه يتعامل حوار وطني في أعتى الدول الديمقراطية يتقدم منه 180 ألف مقترح لمواطنين عديدين ما بين أضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية من مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية من إسكندرية الأسوان عن طريق الموقع المتعلق بالحوار الوطني داخلوا وقدموا مقترقاتهم وإدارة الحوار الوطني من ناس بتسأل أنتوا بقالكم سنة السنة ده كنتوا بتعملوا إيه كان بتم فرز هذه المقترحات اللي على أساسه تم تحديد محاور الحوار الوطني ولذلك الشعب المصري مشارك في هذا الحوار بشكل أو بآخر يعني هو في مقترحات بالآلاف قدمت منها النظام الانتخابي ومنها قضايا اقتصادية ومنها قضايا اجتماعية ولذلك حالة الحوار نفسها أمر إيجابي ما نقلقش من الجدل والخلاف حول شكل النظام الانتخابي وأنا كان رأيي من أول الجلسة الأولى أنه لن نتطفق في الجلسة الأولى على شكل النظام الانتخابي طبيعا نظام الانتخابي هياخد وقته ده مما لا شك فيه بس أنا بس عندي يعني قلق ما من أنه ممكن تكون هناك رؤية غير واضحة متعلقة بما بين الفوارق في قائمة انتخابية وتحالف انتخابي ده حاجة وده حاجة أنا أقدر أعمل النهاردة قائمة فيها يوسف وعبد العزيز وعلاق وزيد وعبيد واحنا من أربع خمس طيارات مختلفة وهننزل مع بعض في نفس دات القائمة فأصبحت تحالف انتخابي ما هواش تحالف سياسي نازلين به صحيح علشان نخش المجلس دخلنا المجلس كل واحد فينا على حسب رؤيته وطياره وإيدولوجيا لا وتنشأ تحالفات داخل المجلس مختلف التحالفات ممكن تنشأ داخل المجلس مختلف عاوز أعمل تحالف سياسي من البداية وأعمل به قائمة برضو أنا لقي هذه الحرية فأنا بس لما استغربوا إيه التخوف من أنه يبقى فيه قائمة مغلقة تضم ايدولوجيات مختلفة طيب أقول لك على حاجة أنا قناعاتي أنه المعارضة فرصها أكتر في القائمة المطلقة طبعا وفي القائمة النسبية وهو يمكن إزعله مني في ده يعني يوم ما شايفين ليه لأنه إذا وسعت التحالف الانتخابي مش السياسي التحالف الانتخابي للتحالف السياسي له قواعده طبعا أنت في المعارضة مختلف وهذا حقك لكن إذا وسعت التحالف الانتخابي لتضم أكبر مساحة من المعارضة في قائمة مطلقة فرص أنك تحصل على مقاعد أكبر كثيرا جدا من أنك تنزل لوحدك في قائمة نسبية هتبقى في ضعف في تمويل هذه القائمة نتيجة لأن الأحزاب الكبيرة التي تمتلك أموال ومقرات وتواجد في القرى وتقدر أنها تصرف على الدعاء الانتخابي بشكل أكبر هتبقى هي بتحصل على عدد أصوات أكتر وبالتالي هتلاقي نفسك بتنجمش فرصك ما لا بتقل فرصك بتقل من لو موجود في القائمة المطلقة لكن على أي حال من حق كل حد أن يدافع عن وجهة نظره